وعن الخسائر التي تطلقها روسيا في المعارك الدائرة على الأراضي الأوكرانية أقرى المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بخسائر كبيرة في صفوف الجيش الروسي المنتشر في أوكرانيا ولكن من دون أن يحددها مكتفياً بوصفها بالمأساة الهائلة في مشهد تكرر في الفترة الأخيرة قالت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت أهداف أرضية في أوكرانيا بصواريخ كاليبر وأضافت الوزارة أن فرقطات حربية روسية في البحر الأسود أطلقت أربعة صواريخ كاليبر كروز على أهداف برية في أوكرانيا ومن المعروف عن هذه الصواريخ التي تطلقها روسيا من بحر أزوف أنها قادرة على حمل رؤوس نووية